هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا في هذا الفيديو سنتعرف على أضلة واحدة صغيرة غير مهمة من الأساس هي عبارة عن الفراميدالس ولكن علينا أن نأخذ فكرة عنها ولكن قبل ذلك سنقوم باستذكار ال-ILOS لمحاضرة ال-intralateral abdominal wall والتي ينتمي لها هذا الفيديو لذا نتابع هذه المحاضرة ستكون عن ال-anatomy of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون from the beginning وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة ال-abdomen أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات ال-anatomy of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل ال-intralateral abdominal wall لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على ال-whole story of the intralateral abdominal wall تشريحيا أما الآن فسنتعرف على ال-ILOs أو ال-intended learning objectives لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على ال-overview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل general description ل-layers of the intralateral abdominal wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات ال-intralateral abdominal wall ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the intralateral abdominal wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the intralateral abdominal wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على ال-rectus sheath وال-linealpa وال-embilical ring وأيضا سيكون لدينا الفنكشنز and actions of the intralateral abdominal wall muscles والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن neurovascular structures of the intralateral abdominal wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا لل-intralateral abdominal wall وأخيرا سيكون لدينا summary لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال-ILOS لمحاضرة ال-intralateral abdominal wall بالكامل لذا فهذا الفيديو متعلق بال-ILO الرابع لهذه المحاضرة وهذا هو عبارة عن الفيديو السادس والأخير من فيديوهات المسلز of the intralateral abdominal wall لذالي نتعرف على هذه العضلة الغير مهمة من الأساس أما الآن مثل ما نلاحظ سنتحدث عن ال-small vertical muscle الثانية وهي عبارة عن البرميداليس وهي آخر أضلة من أضلات ال-intralateral abdominal wall التي سنتحدث عنها خلال هذه المحاضرة محاضرة ال-intralateral abdominal wall فمثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن البرميداليس هذه إلى الفستيرير هي عبارة عن ال-rectus abdominis أما البرميداليس فستكون anterior ل-rectus abdominis فهذه هي العضلة الصغيرة التي ستكون anterior ل-rectus abdominis ومثل ما نلاحظ ستكون عند هذه النقطة ومثل ما نلاحظ البرميداليس is a small insignificant عضلة صغيرة ليست مهمة أي أنها مثلثة الشكل هذه العضلة غير موجودة في 20% من البشر لذا عمليا فكل ما نحتاج معرفته عن هذه العضلة أنها عضلة غير مهمة تكون موجودة anterior ل-rectus abdominis ومن المحتمل أن تكون غائبة عند البشر غير موجودة ف20% من البشر لا يمتلكون هذه العضلة و20% ليست نسبة قليلة أبدا مثل ما نلاحظ سنقوم بتكبير هذا المستطيل لكي نستطيع أن نرى العضلة بشكل أوضح مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن البرميداليس ومثل ما نلاحظ كما هو الحال في بقية العضلات فإن لدينا اثنان من البرميداليس واحدة على ال-right وواحدة على ال-left ومثل ما نلاحظ هنا سيكون اللينية ألبة سيفصل ما بينهما اللينية ألبة وهذه البرميداليس أيضا ستكون ضمن ال-rectus sheath It slides anterior to the inferior part of the rectus abdominis مثل ما قلت فإنها ستكون anterior لل-rectus abdominis ستكون إلى الأمام من ال-rectus abdominis and attaches وترتبط أو تتصل to the anterior surface of the pubis and the anterior pubic ligament أي بمعنى آخر فإن ال-origin لهذه العضلة سيكون من ال-pubis من anterior surface of the pubis من عظمة ال-pubis أحد عظام ال-hip bone وأيضا ترتبط بال-anterior pubic ligament هذا سيكون ال-origin لعضلة ال-pyramidalis فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال-pubis فسترتبط هذه ال-pyramidalis عند هذه النقطة تقريبا هذه على اليسار وهذه على اليمين ومثل ما قلنا فإن لدينا عضلتين على اليمين وعلى اليسار أما ال-anterior pubic ligament فهي أحد ال-ligaments التي ستقوم بربط ال-pubis من اليسار مع ال-pubis من اليمين ولم أستطع أن أجد صورة واضحة عن ال-anterior pubic ligament ولكن ما يهم بشكل فعلي أن ال-pyramidalis ترتبط بال-pubis سواء كان البون بشكل مباشر أو أحد ال-ligaments التي تقوم بربط العظمين من الجهتين مع بعضهما البعض وهذه صورة أوضح لل-pelvic bones يتضح لدي هنا ال-pubis فعند هذه النقطة سترتبط ال-pyramidalis أما الآن فسنرى الصور عن هذه ال-pyramidalis ومن ثم سنعلم ما وظيفة هذه ال-pyramidalis ومثل ما نلاحظ هنا هذه هي عبارة عن ال-pyramidalis فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال-pubic bone فارتبطت بال-pubic bone وستكمل طريقها لكي تقوم بعمل ال-insertion لل-linia alba الثمان نلاحظ لن أدقق على هذه المعلومة التي فيها ولكن ما يهم أن ال-pyramidalis سترتبط بال-linia alba أي أنها ستقوم بعمل insertion لل-linia alba وبالتالي فأنها تشترك مع ال-flat muscles بهذه النقطة فال-flat muscles أيضا تقوم جميعها بعمل insertion إلى ال-linia alba وال-pyramidalis أيضا ستقوم بعمل insertion لل-linia alba لذا فال-origin من ال-pubis من عظمة ال-pubis بشكل مباشر وال-insertion لل-linia alba بشكل مباشر ومثما نلاحظ هذه عبارة عن ال-pyramidalis وستكون موجودة مثل ما قلت ضمن ال-rectus sheath كما هو الحال في ال-rectus abdominis muscle مثلا نلاحظ هنا ال-origin من ال-pubis وال-insertion بال-linia alba وأيضا هذه الصورة أخرى مثلا نلاحظ هذه عبارة عن ال-pyramidalis هذه على جهة اليسار فلدي هنا Pyramidalis تنطلق من ال-pubis وتنتهي عند ال-linia alba وسنقوم بتكبير هذا المستطيل لكي نراه بصيغة أوضح مثلا نلاحظ هذه عبارة عن ال-pyramidalis وهذه أيضا ال-pyramidalis مثلا نلاحظ هذه هي صورة ال-pyramidalis وأيضا هذه صورة أكبر لل-pyramidalis تتضح فيها ال-pyramidalis بشكل لطيف وعلينا أن نميز ما بين ال-spermatic chord الذي سنتحدث عنه بمحاضرة منفصلة نميز بينه وبين ال-pyramidalis فال-pyramidalis تصعد إلى العلاء لكي تعمل insertion في ال-linia alba بينما ال-spermatic chord يتجه إلى الجوانب يتجه لا ترالي ومثلا نلاحظ هذه صورة أخرى عن ال-pyramidalis فمثلا نلاحظ قمنا بقص ال-pyramidalis إلى قطعتين هذه قطعة وهذه قطعة أما هذه فعبارة عن rectus abdominis وهنا أيضا تتضح لدينا rectus abdominis وهذه أيضا rectus abdominis مع tendinous intersections لها هذا أيضا تكبير لهذه الصورة مثلا نلاحظ هذه عبارة عن ال-pyramidalis وهذه هي عبارة عن rectus abdominis وأخيرا سنتعرف على ال-action لل-pyramidalis مثلا نلاحظ ذا ال-pyramidalis tenses the linea alpha أي أنها حينما تتقلص فأنها ستقوم بشد ال-linea alpha ستعمل tension على ال-linea alpha ولكن في الحقيقة هذه الوظيفة ليست مهمة من الأساس لأنها غائبة لأنها غير موجودة في 20% من البشر ومع ذلك هؤلاء العشرون بالمئة من البشر لا يشكون من شيء في النهاية ولكن ما يهمنا من ناحية عملية فأن ال-pyramidalis حينما تكون موجودة أي أن ال-pyramidalis ستستخدم من قبل ال-surgeons ك-landmark كنقطة دالة لعمل ال-median abdominal incision لإضافة في هذه الحالة أهميتها surgical وإلى هنا انتهى هذا الفيديو نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون عن ال-rectus sheath وهو عبارة عن ال-sheath أو الغلاف الذي سيحتوي عضلة ال-pyramidalis وعضلة ال-rectus abdominis بالإضافة إلى بعض ال-vessels وال-nerves لذا نلتقي في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر